السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السادة المشاهدون ينبغي للإنسان أن يعلم أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار كفان الله وإياكم شر ذلك جميعا وينبغي للإنسان المسلم أن يعقل أن الدين لا يكون إلا من شدة حاجة وهو ما كان يعلمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين من أصحابه ولنا من بعده كيف ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هل على أخيكم دين؟ السؤال دا إمتى؟ عندما توضع الجنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على هذا الميت يسأل هل عليه من دين؟ فكانوا إذا قيل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ويترك الجنازة وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل أن شخص يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات وعليه دين كأن المعنى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيربينا على أن الإنسان منتظر الموت في أي لحظة اوعى تموت وعليك ديون لأن الإنسان مرهون بدينه هذا يعني إيه مرهون بدينه يعني أمره بين يدي الله تعالى موقوف محبوس بسبب أنه ماتوا عليه دين طيب ماتوا عليه دين أصله هو كان عايز يوسع أصله كان عايز يزود أصله هو كان عايز يا سيد الفاضل لا تأخذ الدين إلا من شدة حاجة فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هذا الميت من دعائه هو صلى الله عليه وسلم وصل عليه بسبب أنه ماتوا عليه دين عشان يقول للصحابة بلاش تاخدوا ديون إلا لما يكون ما فيش قدامك غير الوسيلة دي طيب إنما في غير كده بلاش وسيلة الديون كان بعض الصحابة يقف ويقول دين فلان عليه أنا هشده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال لي صديت الدين هل شددت الدين عن أخيك إلى أن يسده بعد يوم اثنين أسبوع أكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فيما معناه أنه كان مرهونا بدينه حتى سد عنه أو أنه يقوم صاحب الدين يقول أنا متنازل عن الدين يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه هذا يعلمنا أمر وهو أن لا نقترض إلا من شدة حاجة طيب الأمر الثاني بالنسبة للشخص المدين عليه أن يسرع بسداد الدين لأنه لما حضرتك تقترضه وما تسدش وبعدين ييجي حد تاني يطلب مش هيديله الدين فإذا كان الدين تفريج لكرب فاحرص على أن تكون سبب في نشر الخير بلاش تب أنت سبب في منع الخير الأمر الثالث ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يبقى انتظر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه لكن بلاش تعد عمال تزود وبخاصة لما تعامله بالربة تقول له والله أنا كنت أحطط الفلوس دي بكذا يبقى أنت عليك كل يوم كذا وكم في المية منها وتزودها عليه هذا التعامل انتشر للأسف بين الناس الناس بتسلب بعضها بالربة وهذا حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا تسبهالوا خيروا لكم إن كنتم تعلمون التجاوز عن الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه أرضاه بعد غزوة أحد وقد قتل أبوه في الغزوة سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين سيدنا عبدالله لما استشهد كان ترك لابنه سيدنا جابر ست إخوات بنات وعليه دين ثقيل أثقله طيب سيدنا جابر مطلوب منه يسد الدين عن أبوه ويجوز خواته البنات ويشوف الأمر يصلح بإيه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن يدعو بهذا الدعاء ثلاثا صباحا وثلاثا مساء وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال هذا الدعاء مفيد ومجرب في مسألة سداد الدين إيه الأمر الآخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل سيدنا جابر في مأموريات الهدف منها قضاء ما عليه من دين يعني يلاقي فيه سبيل لكسب رزق يقوم بعد سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بحيث أنه هو يكسب رزق يسد به الدين وهذا من المرؤة في سداد الدين أن تعامل الناس وأن تساعدهم لسداد ما عليهم أكثر من هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من سفره مع سيدنا جابر راكب على دابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دبتي أتبيع دبتك هذه قال رسول الله يعني لا أبيعها إلا بكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفاصل معه تبيعها بكام بدينارين قالوا بدينار لا بدينارين النبي صلى الله عليه وسلم تمسك أنه بدينار فاشترت سيدنا جابر أنه يعني أتبلغ بها منزلي أوصل البيت لأن عليها حكتي ولما وصل أسلمها لك يبقى التسليم أنا أخذ الدينار والتسليم بعد ما وصل بيتي ونزل حكتي كلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعدين وصل سيدنا جابر نزل حكته أم أخذ الدابة موديها لشيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح له عن أنه تنازل له عن الدابة وأعطاه المال يبقى المال دهدية مني أو المال ده ثمنها وأنا اشترتها وأهديتها لك مرة أخرى يبقى وسيلة للمساعدة فمن كان مكروما فساعده في تفريج كربه وسداد دينه هذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتنا نقتدي به السلام عليكم ورحمته وبركاته